ستنتهي كل المشاكل بين زينب وخليل لأن الشخصيات الرئيسية في المسلسل هما خليل وزينب لهذا السبب ليس من الممكن أن يضل خليل وزينب منفصلين لفترة أطول لأن زينب تحب خليل خليل لا يستطيع الاستغناء عن زينب ولو لدقيقة واحدة في الموسم الثاني على الرغم من استياء زينب من خليل إلا أنها ستسامحه لاحقا في مسلسلنا تستمر عملية المصالح بين زينب وخليل عشرين حلق على الأكثر لكن في النهاية ستلتقي زينب وخليل ويعودان بعضهما البعض لذا ستكون هناك لحظات رائعة في حلقة الموسم الجديد من المسلسل وأيضا في الموسم الجديد سيكون هناك أخبار من خليل وزينب ستسعد الجميع وبطبيعة الحال سيكون هذا الخبر خبر الطفل لأن زينب وخليل لم يستطع أن يعيش ليلتهم الأولى مع الليلة زواجهما لذا في نهاية الموسم السابق لم تكن زينب مع خليل لكن مشهد الحب الجميل هذا سيظهر في الموسم الجديد ونتيجة لذلك سيكون خليل وزينب معا ونتيجة لهذا الزواج ستحمل زينب من خليل وتريد طفلا سنتمكن جميعا من مشاهدة عملية حمل زينب كما سيكون لدينا بعض المفاجآة الجميلة في الموسم الجديد إحدى هذه المفاجآت هي معاقبة سونغول لأن عقد اللؤلؤ الذي سرقته سونغول من تولاي هانيم سوف يظهر للنور مرة أخرى وهكذا سيكتشف خليل أن سونغول كاذب ورسأ وسيتم القبض عليها بالإضافة إلى ذلك سيتم معاقبة سونغول بشكل منفصل لأنها قاتلة لأن سونغول قتلت جيلا وآسو وسرعان ما سيتم الكشف عن هذه الحقائق وستأتي نهاية سونغول سيبدأ خليل وزينب بداية جديدة في حياتهم مع طفلهم الذي لم يولد بعد سيمتم بث المسلسل يوم 2 سبتمبر وإذا حدث تغيير في المسلسل فإن موعد الموسم الجديد لمسلسلنا سيكون يوم 23 سبتمبر